ولكم مشاهدينا أكيد نرجع نصبح عليكم من جديد وفقرة طبعا جدا مهمة ويريد كل الأشخاص يتابعونا فيها لأنه عم تحكي عن الصحة والصحة أكيد هي مش مسؤولية الفرد نفسه هي مسؤولية كل أفراد المجتمع وكل الجهات مبادرة تحمس أخذت على عاتقها صحتنا وصحة أطفالنا وخاصة بالمدارس حتى تقدر أنها تمنع عنهم السمنة اللي هي يمكن سبب من الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض ومنها المرض الأول اللي عم نشوفه عند العديد من أطفالنا ومقاومة كمان الأنسلين اليوم رح يكون معنا أكيد طارق فرح أخصائي التغذية وأيضا هو مؤسس مبادرة تحمس بالإضافة لي ديما بدر وهي إحدى أعضاء مبادرة تحمس الصباح الخير أعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم أنت تعرفوا قديش هاي المبادرة يعني مبادرة هيك بحسها رائدة وفكرتها كتير جديدة وفعلا يعني عم تشتغل على الرؤية المستقبلية لكتير من الأمور إحنا طبعا منعرف عن مبادرة تحمس ولكن من خلالكم أكيد حابين نذكر سادة المشاهدين بمبادرة تحمس اللي استضفناكم فيها وحكينا عنها بس هيك تسكير بسيط بهالمبادرة تسلم يا رب شكرا لكم كثير إحنا تحمس بتعليل تغذية سليمة الحاق حركة اعتيادية الميم ما في السين سمنة إحنا متوقع إذا غيرنا نمط حياتنا بين تغذية سليمة وحركة اعتيادية إن شاء الله إننا منمنع السمنة وزيادة الوزن عند طلبة المدارس المبادرة بتهدف للتحر المسبق عن زيادة الوزن وعن السمنة عن طلبة المدارس لأنه إذا تدخلنا مبكرا زي ما تفضلت في إحنا منتوقع مستقبل أفضل صحي لطلبتنا اللي هم قادة المستقبل وشباب المستقبل مبادرة تحمس طبعا كمان زاد عليها أعضاء هاي السنة وفيها كثير من الأمور الجديدة اللي رح نحكي فيها ديما من الأعضاء الجدد حتى كمان إحنا هيك نوجههم تحية على وجهودهم لأنه حضراتكم اليوم موجودين معنا كهيك مندوبين يمكن عن المبادرة بشكل عام نصبت شركاءنا الجداد كنا حابين يكونوا معانا ومنصبح عليهم معانا أمل حداد كمان صيدلانية وأخصائية تغذية ومعانا دانا بردقجي كمان أخصائية تغذية علاجية ومنصبح عليهم يعني أكيد كمان إحنا نصبح عليهم ومجهودات كثير رائعة على المبادرة يعني أنا عم بشوف أنه من خلال استضافتنا يمكن بالبدأ الحديث هلأ صار في عندكم بروشورات صار في عندكم رؤية مستقبلية وصلتم كتير مع كتير من المدارس وإحنا طموحنا أكبر توصلوا لكل مدارس إن شاء الله المملكة ديما بالنسبة للمبادرة وين وصلتوا فيها بالنسبة للمدارس وتواصلكم معاهم أكيد إحنا بدينا السنة الماضية واستضافتونا وقتها أليكساندرا حكينا كنا وقتها عاملين لقاء مع مدر المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية بالمدارس شرحنا لهم عن الموضوع وبدأنا فيها السنة الماضية خلصنا تقريبا عشر مدارس يعني عم نحكي من خمس تلاف إلى ست تلاف طالب قدرنا نعمل لهم إياساتهم من وزن وطول واللي كان عندهم سمنة زائدة تحرينا أكتر عن موضوع الدهون والوزن وقدمنا للمدارس إحصائية عن نسبة السمنة اللي كانت في المدارس طلعت تقريبا النسبة معانا أربع وعشرين بالمئة تقريبا من طلاب المدرسة كان عندهم وزن زائد وسمنة وطبعا أليكساندرا هاي نسبة تعتبر كبيرة جدا بالضبط يعني بتدق نقوص خطر لأنه إذا بهذا العمر عم بيكون عندنا هالوزن زائد فأكيد لما يكبروا كمان ممكن لا سمح الله يتعرضوا لمشاكل صحية مثل السكرية والأمراض الضغط والقلب وغيره هلأ هاي السنة احنا هدفنا نشتغل كمان مع مدارس أكتر يكون لنا شراكة مع المدارس بشكل أكبر وصار عنا أشياء جديدة في المبادرة وأفكار جديدة وأرى هلأ طارق رح يحكيها كمان يعني أنا عم بشوف طارق هايها تحمى استغدية حركة ما في سمنة إن شاء الله يا ربي ما في سمنة يعني كتاية بكتير رائعة فيه كتير من التفاصيل الخاصة بالمبادرة ولكن عرفت من خلالك أنه هاي المبادرة السنة كمان أضف طولها أمور جديدة نحكيك شوي التحديث على هاي المبادرة صحيحية المبادرة إن شاء الله إنها بتقصير شوي خارج إطار الأردن احنا الشهر القادم بين 16 ل 19 شهر في مؤتمر تغذية في دبي من عدة دول رح تكون للمبادرة في ورشة عمل لتحمس بالمبادرة لإطلاع الوفود القادمة للمؤتمر على هاي المبادرة لأنه احتمال بعض الدول تتمنى نفس المبادرة بدول ثانية الشغلة الثانية ربطنا كل نتائج السنة مع معادلة إلكترونية مربوطة مع منظمة الصحة العالمية فإحنا بتكون النتائج أكثر دقة والشغلة الثالثة إنه فيه ثلاث أعضاء هاي التدريس من ثلاث جامعات أردنية بنتظروا النتائج وكم الطلبة حتى بلك استفدنا منها لأمور بحثية بما يتعلق بالسمنة وزيادة الوزن والأمراض اللي بتسيب الطلبين زي ما تفضلت أنت مقاومة الأنسلية ولا السكر المبكر فبالتالي إن شاء الله إنه السنة رح نطلع من إطار الأردن لا أوسع يعني طلت نقاط مهمة يعني منظمة الصحة العالمية عم تحكي عن منظمة كتير كبيرة عم تاخدوها بعين الاعتبار أو عم تاخد مبادرة بعين الاعتبار كمان هيك إنه نطلع لدبي وإحنا ننشر هاي التجربة الرائدة لأنها هي الأولى من نوعها بالأردن يعني هم نشوف مبادرات كتير بس هاي المبادرة هي الأولى من نوعها بالأردن والإضافة كمان عم تحكي عن أبحاث فجد يعني بالتوفيق لمبادرتكم ولكن بدي أسألك ديما يمكن أنت على تواصل كمان من خلال كمان كل أعضاء المبادرة مع المدارس كيف عم بتشوف الإقبال وكمان شو المشكلة اللي منواجهها يعني أنتوا كمبادرة وأول مرة عم بتقوموا فيها أكيد بتوجهكم تحديات حتى تزيدوا التوعية لأنه هي زي التوعية يعني مش إشي سهل يمكن الواحد بفكر أنه عم بيحكي وممكن يوعى الأشخاص بس هي أبدا شي مش سهل أكيد الإقبال ممتاز من المدارس حابين الفكرة وعم بيتبرنوها معنا وعم بيشاركونا فيها هلأ اللي عم بيصير معنا أليكساندرا اللي عم بيشوفه أنه لما منروح لمدرسة ومنشوف الأعضاء الهيئة الإدارية والتدرسية هني عم بيحكو لك أنه إحنا عم نشوف عنا نسبة سمنة بالمدرسة وعن جد حابين نساعد ولما منشوف الأهالي نفس الشي بيحكو لك أنه إحنا حابين كمان نساعد أولادنا أنه ما يكون عندهم سمنة لما يكبروا لأنه عم بيشوفهم هلأ أنه قاعد بيزيد وزنهم التحدي الأكبر بالمدارس عم بيكون عن طريق من خلال المقصف المدرسة أليكساندرا المقصف اللي عم بيكون فيه كتير منتجات مش يعني مش المفروض أنها تكون موجودة زي الشبس والحلويات والسكاكر وهاي الأشياء ومش دائما عم تقدر المدرسة أنها هي تتحكم بالمقصف نفسه وداما مطالب الأهل أنه إحنا يريد تساعدونا بموضوع مقصف المدرسة طبعا هو موضوع المقصف هو واحد من الأفكار اللي عنا واحد من يعني من أولويات الخطة عنا أنه إحنا نشتغل عليه الموضوع الثاني اللي هو أنه اللي بتلاقي الطلاب أنه ما عندهم موقت كتير أنهم يلعبوا رياضة يتحركوا ويعملوا لأنه بتعرفي بيروحوا أمتى من المدرسة يتغدوا ويرتاحوا يدرسوا وبعدين خلاص بتصير الدنيا ليل فاحد من الأفكار اللي احنا كمان عم نقدمها للمدارس أنه بمساعدتنا أنهم هن يفتحوا أبواب المدرسة والملاعب بعد الدوام أو بأيام العطل حتى يصير فيه نشاطات من الطلاب وأهليهم كتير إحنا بهمنا أن الأهالي وأولياء الأمور الطلبة يكون لهم دور كبير معنا بتحمس شراكتنا مضبوط مع المدرسة بس إحنا بدنا الأهالي كمان يشاركونا ويساعدونا بهذه المبادرة لنساعد الأولاد أنه ما يكبروا هن عندهم السمنة والوزن الزائد يعني إيد واحدة ما بتزقف يعني أنتوا كل الشكر لكم مبادرة تطوعية عم تشتغلوا فيها حتى فعلا أنكم تخافزوا على صحة الأطفال وبالتالي كمان تخففوا يعني على الدولة لأنه إحنا لما قلنا يمكن أنه إذا فيه كثير من الأمراض كمان الدولة هذه عباء عنها المستشفيات الحكومية كلفة كتير كبيرة طارق يعني المبادرة اللي عم نحكي فيها مبادرة التحمس فيما يخص كلمتك للمدارس كلمتك للأهالي لكل الأشخاص اللي عم بيسمعونا قديش لازم هذا النوع من المبادرات بالذات اللي عم بتقوموا فيه أنه ياخدوا بعين الاعتبار رائع إحنا المدرسة شرطنا الأساسي أنه هي تكون تعلن أنها مدرسة صديقة للتغذية السليمة والحركة يعني إحنا منحب هاي المدارس تتعاول بعلا يكون عندها خطة سنوية كاملة أعطيك مثال بسيط بس بالكتب اللي بتبعث بالأهالي نتكتب نحن مدرسة صديقة للتغذية السليمة والحركة هذا يعني أنه بعض التزامات أنه من هاي الالتزامات يكون فيه عندنا سياسة تغذوية داخل المدرسة سياسة تغذوية للي بيجي مع الطلبة من أغذية لداخل المدرسة أنه يكون فيه عندنا كثير نشاطات بتركز على الوزن المثالي أو بتركز على مخاطر سبنة وزيادة الوزن إذن فيه عندنا كثير نشاطات ممكن إحنا نبنيها كمدرسة صديقة للتغذية السليمة من خلال نادي تغذوي يمكن تأسيسه بداخل كل مدرسة إحنا بالمبادرة السنية كتبنا كل الركومنديشن الموجودة بحيث أن المدرسة ما تتعب لكن إحنا بدنا هاي كل مدرسة إلاها خصوصية بإيش تملك من إمكانات حتى تطبق هاي الاستراتيجيات فإحنا مع المدارس إحنا دعمين لهذه المدارس هدفنا والمدارس إنه ننشئ جيل تقريبا نسبة السبن وزيادة الوزن عنده بأقل حد ممكن تمام ديما بالنسبة لأليات عملكم يعني أنتوا كيف أليات عملكم ممكن فيه أشخاص بيشاهدونا ويمكن فيه مدراء مدارس بيشاهدونا أو هيئة الدريس أو أي شخص ممكن أنه يوصل رسالة مبادرة تحمس كيف بتزوروا المدرسة؟ كيف أليات عملكم حتى توصلوا لإدارة المدرسة والطلاب حتى تقدروا أنكم تساعدوهم يعني أنا عم بشوف يمكن هون تحمس الإسم والطول الوزن والصف والتقييم النهائي لفريق تحمس تقييم وعم بتحطوا كمان لبنات والشباب أو الولاد والبنات كمان الكيرف تبع الوزن وين واصل هو مضبوط هلأ إحنا بعد ما نتفق مع إدارة المدرسة مننطلق فريق إحنا مش بس إحنا الأربعة الأخصائيين التغذية بالمبادرة معنا كمان فريق كمان خبراء ومدربين من أخصائيات التغذية كمان معنا منطلع كل ياتنا على المدرسة مناخد لها كل صفوف بطريقة منظمة الوزن والطول إياسات الجسم مناخدها وبعدين بعد ما نخلص يعني منقدر نخلص تقريبا 200 طالب باليوم لـ 300 بعدين إحنا منفرغ البيانات اللي عنا للأهالي على هذا الكرت اللي شايفينه منحط لهم المعلومات كلها الوزن والطول ومنقيمهم إنه هل هو عنده وزن زائد أو صمنة أو وزن طبيعي أو نحافة بناء على الكروت شارت اللي هو تابع للمنظمة الصحة العالمية بالضبط اللي هو بعد ما إحنا أصلا ندخله إلكترونيا عندنا على السيستام فمنقارن هون البي ام آي اللي هو الوزن على مربع الطول مع عمر الطفل وبناء على المنحنة بنبعث هذا الكرت بسرية تامة أصلا للأهالي يتذكر الظرف مو الأطفال يعني الولاد أو الطلاب ما بيشوفوا الكروت ولا بيعرفوا عن النتائج ولا عن وزنهم لأنه بتعرفي كيف بيصير مرات بتعرفي الطلاب بعد هيك وزنك وهيك طولة فبيتوصلهم بالنتائج هلأ إحنا بعد هيك بيصير عنا كم هائل من الداتا عن الطلاب وأوزانهم وأطوالهم وأعمارهم بنعمل إحنا الإحصائياتنا بناءًا يعني منطلع نسبة السمنة بناءًا على العمر بناءًا على الجنس إنه ذكر أو أنت ومنعمل البرزنتيشن للمدرسة بنوضح لهم إنه هاي حجم المشكلة اللي عندكم إنه يلا هلا إيش بدنا نشتغل ومنبلش معهم بأفكار وكتير كمان حابين يعني واحدة من الأفكار كمان إنه ضرورة وجود أخصائي تغذية أو أخصائية تغذية بكل مدرسة وهاي كمان عم نحاول نشتغلها من خلال جمعية أخصائيين التغذية الأردنية الجديدة اللي تأسست فمنشتغل مع المدرسة بهاي الأفكار ومنعمل محاضرات طبعاً طوعية للأهل والطلاب على التغذية السليمة كيف لازم هاي التغذية تكون الصحيحة تكون مش بس للشخص نفسه إذا عنده وزن زيادة أو لا لازم تكون لكل فرد من أفراد العائلة يعني أحلى شيء أليكساندرا لما مثلاً الطالب ياخد محاضرة بطريقة كتير حلوة عن الأكل الصحي ويرجع يحكيها لأهله ويحب يشارك العائلة كلها معها سواء بالرياضة أو بالأكل الصحيح بعدين يعني أدا عم بتخيل لو الأطفال بلشوا نظام غذائي صحي منهم وصغار يعني قديش رائع إحنا مرات كتير هلا إحنا وكبار لأنه خلاص يعني راحت علينا أوقات كتير تحسي يعني مش قادرة تتقيدي بلايف ستايل زي ما بقوله نظام غذائي يعني كبير بحياتك لأنه تعودتي على أخطاء كتير موجودة بس لما يكون الطفل فعلا يتعود يعرف هذا مضر هذا صحيح راح هو لحياته تستمر طارق يعني إذا في أشخاص أو مدارس حابين أنهم يتواصلوا معكم بمبادرة تحمس يقدروا أنه يعني أنا صراحة متحمسة يعني أنا ممكن لدارة مدرسة هلأ الله توبحكي معاكم حتى يقدروا أنه فعلا يساعدوا هذه المدرسة أنها تكون هلأدى صديقة للتغبية السليمة ولتحمس للتغبية السليمة ولتحمس أنسيت الموضوع كيف ممكن يتواصلوا معكم إحنا فيها عندنا صفحة على الفيسبوك ممكن يتواصلوا معنا وإن شاء الله يعني إذا بدتم أرقام تلفونات لتحت الهواء ممكن نعطيكم إياهم تمام بس أنتوا عندكم صفحة خاصة من مبادرة تحمس على الفيسبوك اسمها تحمس اسمها تحمس وإحنا أصلا سعيدين جدا أنه نتعاون مع المدارس وبالعكس ممكن حتى نحصل بعض سبون سابز لبعض مدارس اللي يعني أنه نقدر نخدبهم بأقصى درجة ممكنة أنا أحبس ألفة نظر أنه إحنا من شغلنا بالعيادات بيبلش مشكلة زيادة الوزن عند المجتمع بعد استثمات الزوج وبعد الشباب ما يتزوجوا والعمر يتقدم إذن إذا منحكي عن المجتمع الأردني بحدود 25% هم طلبة طيب كيف لما يكون أعمارهم 25% 26% و40% وطالع الدراسات بتحكي أنه بالأردن نسبة السمنة عند الإناث وزيادة الوزن بتوصل 45% لعند عمر 48 سنة و50 سنة فعرفتي قديش إذا تركنا المسألة تنتقل من 25% بحدود ل45% ف20% زيادة بينما إحنا إذا تركناه 10% وزادة 10% بتصف أقل بكثير طبعا إحنا من نحكي عن عمر 45% إحنا منحكي عن بداية احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة صحيح فأنت حكيت عن نقطة كثير جوهرية الكلفة على الدولة إذا كانت هذه المشكلة تركت صحيح صحيح ويعني يمكن أنا ما بعرف كثير بالتغذية بس هيك سريعا يعني مش شخص إذا مش زايد وزنه بيكون يمكن غذاءه صحي في نسبة كوليسترول ودمون وتفاصيل كثير وراءات كثير واحد بيكون عنده كوليسترول هو كثير وممكن يكون نحيف فهي يعني الغذاء ما إلو دخل بس بالمظهر الخارجي ولكن أيضا إلو دخل بالأشياء الداخلية يمكن موجودة عندنا بجسدنا إحنا بدنا نشكركم كتير طارق فرح وديما بدر أخصائي التغذية من مبادرة تحمس اللي عمتعنا بصحة أطفالنا وخاصة بالمدارس أهلا وسهلا فيكم شكرا إليك تسلمي أكساندر شكرا